ده باني بطل فيلمنا النهاردة ودي موضو بطلتنا الجميلة وطالبة في كلية الطب وفيهم بتكون وقفة مع أصحابها وبتسمع صوت كروان وبتفضل تنادي عليه وهو بيرد عليها وبتقول له أنا بحبك لكن بتكتشف ان الكروان هو باني ولما بيشوفها بيفضل التاريق عليها وبعدها بيروحوا المحطة وبيركبوا القطر وهو بيكون معهم لكن بيكتشفوا ان الشنطة بتاعتهم ضاعت وبيكون فيها تذاكر السفر وبينادوا على باني وبيطلبوا منهم مساعدة ولما بيعرف بيفضل التاريق عليهم وبيروحوا يستخبوا في الحمام وبيهربوا من محصل التذاكر لكن بيقول لهم ان الشنطة بتاعتكم معايا وبيروح بهني وبيعمل انترفيوه لكن مدير المطعم بيرفض يشغاله عنده وبيطرده برا المكتب ولما بيكون خارج بيلاقي المكان بيتكسر من شوية طلاب في الجامعة وما حدش قادر عليهم فبيقول للمدير انا ممكن امشيهم بس تشغلني معاك وبعدها بيروح ليهم وبيفضل يضرب فيهم وكل اللي همه ياخدوا الوظيفة وبيطردهم برا المطعم وبعدها بيوافق المدير يشغلوا معاه وده سوريا ابو ماضو وبيكون رجل سياسي وبيعرف ان فيه ظابط فاسد وبيستغل السلطة بتاعته وبيقوم بأعمال غير مشروعة فبيكلم وزير الداخلية وبيحكي له كل اللي حصل ولما بيرجع البيت بيلاقي الظابط رايح ليه وبيطلب منه يسمحه لكن سوريا بيتريق عليه وبيقول لها خليك تنظف الحمامات بتاعتنا وبيطرده برا البيت وبيكون الظابط متضايق جدا وبعدها بيشوف ماضو وبيكون عايزة تسيب التعليم بتاعها ودايما بيزعق لها وهي بتكون متضايقة وتاني يوم بيوصل باني اردر وبيلاقي الطريق زحمة وبيعد من كل العربيات ولما بيوصل المول بيغبط في واحدة هناك وبيكتشف انها ماضو ويديهم بتعلق في بعض وبياخدها غصبا عنها وبيروح يوصل الطلب ولما بيكون خارج بيقابل مخرج تلفزيوني وبيقوله انا كنت شايفك لما كنت بتعد الطريق وعايزك تشتغل معايا دوبلير في الافلام بتاعت اللي انا بعملها وهديك ميت الف وفعلا باني بيروح ليه وبيكون جاهز للشغل معايا فبيقوله المخرج عايزك تنطب الموتسيكل بتاعك من فوق المبنى ده وتروح للمبنى التاني فبيقوله انت بتقول ايه انا كده هموت وبيرفد يشتغل معايا ومن ناحية تانية بتتصل ماضو بابوها وبتقوله انها هتتأخر في الجامعة وبيوافق ابوها وبيقوم الرجال تورا ابوها واصحاب ماضو بيشكوا فيها ممكن تكون بتحب لكن بتقولهم ابو يا راجل طبقي ولو عارف اني بحب هيخلينا اسيب الجامعة وهيجوزني غصبا عني وبعدها بتشوف طفل متسول في الشارع وبيكون جعان جدا وبتروح علشان تأكله وبتدخل مطعم البتزا لكن باني بيشوفها وهي بتكون مصدومة وبتقوله شوف الطفل ياكل ايه وكل كلامه يتسمع وبيفضل يطلب اكل كتير وماضو بتكون مستغربة منه وبتخرج تشوف اصحابها وبيحاول باني يكنع الطفل يجيب كل اصحابه علشان ياكلوا معاه ولما بترجع ماضو بتلاقي المكان كل عيال وبتكتشف ان الطفل طلب اكل بعشر تلاف وبتقول لباني مش معايا فلوسة حسبك وهتروح لاصحابها وتستلف منهم لكن بيرفض يسيبها وبيقولها انا جاي معاك وبيحاول يركب معاها وهم في الطريق بيشوفها رجالة ابوها وبعدها بيوصلوا الجامعة وبتروح تجيبي الفلوس ودول شباب كلية الطب اللي كان ضربهم في المطعم قبل كده ولما بيشوفوه بيكونوا عايزين يضربوه وبيقفلهم ملعب عليه وبيقول زعيمهم ليه نضربوا كلنا مرة واحدة خلينا كل واحد يضربوا ديئة فبيقول لهم انا عندي شغل وتعالوا كلكم في 3 دقائق وفعلا بيفضل يضرب فيهم ومحدش فيهم قادر عليه وبيحاولوا انهم يقتلوه لكن بيدافع عن نفسه وبيقدر يتخلص منهم كلهم وتاني يوم بيكون في المطعم وبيقول له صاحبه حبيبتي شنتز علانة مني وعايزك تحط الرسالة الغرامية في الكتاب بتاعها وبيروح باني ليهم وبيحط الرسالة في الكتاب وبيكتشف صاحبه انه ماضي لوغد الكتاب وبيحاولوا يلحوها لكن بتكون مشت ومن ناحية تانية بيعرف ابوها كل حاجة وبيقول لها رجال تشافوك رجب الموتسيكل مع شاب وفي جواب غرامي في الكتاب بتاعك وبيقرر يجوزها من ظابط شرطة وان الجوازة يكون بعد 20 يوم ولما بتحاول تدافع عن نفسها بيضربها ابوها بالألم وبيقول لها مفيش تعليم تاني وتاني يوم بتحكي لأصحابها كل حاجة وباني بيروح ليها وبيقول لها الرسالة اللي معاكي بتاعت صاحبتك شانتي وبيعرفوا وقتها انه هو السبب وبيفضلوا زعاقوا ليه وبتحكي له كل اللي حصل معاها وبتكون زعلانة جدا وان الجوازة لو تمت ممكن تموت نفسها وباني بيتأسف لها وانه ما كانش يقصد وبيوعدها انها مش هتتجوز وبعدها بيقابل أصحابه وبيحاولوا يساعدوه يلاقيوا حل معاها فبيروح للزابط الاسم ولما بيشوفه قدامه بيكون خايف جدا وبيطلب منه يسيب ماضه فبيقوله ازاي ياسبها وازاي تقولي كده فبيقوله باني انا وماضه بنحبه بعض فبيتدايق الزابط جدا وبيرفع عليه المسدس لكن الزباط بيتفرجوا عليه وبيقوله ازاي ماضه تحبك انت وتسيب واحد زي وانا هتجوزها حتى لو كانت بتحبك وبيقوله لو انت تجوزتها انا وماضه عموت نفسنا وبيمثل انه بيعيط ولما بيخرج برا الاسم بيكون عمال يضحك والزابط متأسر بكلامه وبعدها بيقابل ماضه وبيحكي لها كل اللي حصل ولما بتعرف اللي عمله بتفضل تزعق لي وبيقولها اتعرف المفاتش اننا بيحبه بعض ولو عارف اني بكدب عليه ممكن يموتني فيها لكن بترفض تسمع كلامه وبيتفاجئوا وقتها ان المفاتش واقف قدامهم وبيسألها انت بتحبيه فبيتقوله بحبه ومن خمس سنين ومستني اخلص تعليمي فبيقولها كان لازم تعرفيني قبل ما اوافق عليك وتاني يوم بيرجع ابوها البيت وبيكون متضايق جدا وبيقول المفاتش رفض يتجوز بنته ومش عايز يقول السبب وماضه بتكون سمعاه وفرحانة جدا وبتطلب من ابوها ترجع الجامعة تاني والرسالة كانت بتاعت صاحبتها وفعلا بيوافق تكمل تعليمها وبعدها بتقابل باني وبيعرف ان الجوازة تلعت لكن بيلاقي المفاتش بيكلمه في التليفون وعايز يتغدى معاهم وفعلا بيقعدوا معاه وبيفضلوا يحكوا لي ازاي حبوا بعض واول مرة شافها فيها وبترجع ماضه البيت وبيقول لها ابوها ما تزعلش ان الزابط سابق وانه هيجوزها واحد تاني وهيكون في نفس المعاد ولازم تتجوز علشان شكلنا قدام الناس لكن بترفض تتجوز وبتفضل تترجى فيه وهو بيزعق لها وبيضرب الكلب بتاعها وبيقول لها ما فيش تعليم تاني وبعدها بيروح سوريا للزابط في الاسم وبيدي له دعوة الفرح وبيقول له لازم تكون موجود ومن ناحية تانية الزابط بيقابل باني وبيوريه دعوة الفرح وباني بيمثل انه بيعيط ومش عارف يعمل ايه وبيقول له تعالى معايا وبعدها بيروحوا الماضه ولما بتركب العربية بتلاقي باني موجود وما حدش فاهم حاجة وبيروحوا مكتب التسجيل وبيكون عايز يجوزهم وهم اللي اتنين بيتفاجئوا جدا وبيطلب باني يتكلم مع ماضه لوحدهم وبيحاول اقناعها انها توافق تتجوزوا وبكرة الصبح هنتطلق لكن ماضه بترفض وبتقول مستحيل اتجوزك فبيقول لها الزابط لو عارف الحقيقة ممكن يموتني فيها وانا عملت كل ده علشانك ولو مش موافقة تتجوزيني فهتتجوز الانسان اللي عايزه ابوكي وبتفضل ماضه تفكر كتير لكن بتكرر في الاخر توافق تتجوز باني وبيوصل ابوها مكتب التسجيل وبيشوفه ميناك وبيعرف انها تجوزت باني وبيقمر رجالته يموتهم لكن الزابط بيدافع عنهم وبيفضل واقف جنبهم وباني بيمسك ايديها وبيمشي بيها قدام ابوها وبياخدهم الزابط لشقته وبيخليهم يعيشوا فيها وانه هيجي ليهم كل فترة لكن في نفس الوقت ماضه بتفضل تعيط وبيحاول باني يهون عليها وبيقول لها مرتب خمس تلاف وممكن اعايشك كويس لكن هي بتزعق لي وبتقول لنا مستحيل اعيش مع واحد زيك ولازم بكرة تطلقني ولما بيروح علشان يطلقها بيلاقي مكتب التسجيل بيرفض وبيقولوا ليهم لازم تعدي سنة عالجواز وفي الوقت ده مدير المطعم بيطرد باني من الشغل علشان ابو ماضه هدده ويقفل المحل وبيروح لماضه الشقة وبيقولها افضل معاكي وابوكي خلاني اسيب الشغل لكن هي بترفض وعمالة زعق لي وبتدايق لما بتعرف انه لازم يطلقها بعد سنة وهو بيصمم يعيش معاها وبعدها بتقابل جدتها وبتاخد منها الدهب بتاعها علشان تبيعوا تكمل تعليمها وبتديهم لاخه صاحبتها علشان يبيعهم لها وتدفع مصاريف الجمعة وتاني يوم بيقسموا الشقة نصين وبتشتري ماضه عرش جديد وباني بيكون غلبان ومش لاقي ياكل وبيفضلوا يعملوا مقالب في بعض فبيسرق الشباشب بتاعتهم وبيديها الناس فيرة وبيرسم على الصورة بتاعتها وبيرمي الإزازة في الشارع وهي بتقطع الماء عليه وبتحاول تبوز المتسكل بتاعه وبترش الزيت على الأرض وبيتزحلق لما بييجي يرقص وبيتفعوا في الآخر مفيش حد من أصحابهم هيروح ليهم البيت ومن ناحية تانية بيوافق مدير المطعم يرجع باني الشغل تاني لكن في نفس الوقت بيحاول أبو ماضو يبعد الزابط عن المكان وبعدها يقتل باني وتاني يوم بيروح الزابط ليهم وبيقول لهم إنه تنقل والسبب كان سوريا ولازم الفترة الجاية يخلوا بالهم من نفسهم ولما بيدخل الليل باني بيكون ألان وماضو مرجعتش البيت وبينزل يدور عليها وبيسأل عليها في كل مكان لكن بيشوف رجالة سوريا وبيكونوا عايزين يموتوه وهو بيفضل يضرب فيهم وبيدافع عن نفسه وبيخليهم يهربوا منه ولما بيرجع البيت بيلاقي ماضو فيه وبيفضل يزعع لها وبيقولها لازم أعرف أنت بتروحي فين وأنا المسؤول عنك وأبوك يبعت رجالته علشان يموتوني وأنا من النهاردة مليش دعوة بيكي وهقول لأبوك الحقيقة لكن بتجري وراه وبتقول له أنا أسفة وكنت مستنية أخو صاحبتي يجيب لي الفلوس لكن مجاش في الآخر وإنها مش هتعمل كده تاني وفي نفس الوقت بيتدايق سوريا من رجالته وإزاي ما عرفوش يقتلوه لكن صاحبه بيقول له الانتخابات قربت وبلاش تموته دلوقت لحد ما الانتخابات تخلص ومن ناحية تانية بيرجع الزابط الفاسد وبيمنع رجالة سوريا يعملوا أي دعاية انتخابية لي وبيعرف سوريا أنه رجع بأمر من كيادة عليا ولما بيشوف الكلب بتاع ماضو بيقوم الرجالته يقتلوه لكن بيطلع يهرب منهم وبتكلمها جدتها وبتقولها الكلب بتاعك هرب وبتكون زعلانة جدا ولما بيرجع باني البيت بتشوف الكلب بتاعها معاه وبتكون مش مصدقة نفسها وبيقولها أنه كان يموت وأنه قدر ينكزه وماضو بتكون فرحانة جدا وبتفضل تشكر فيه وبعدها باني بيروح لأصحابه وبيقولهم أنه بدأ يحبه ماضو ومن ناحية تانية أخذ صاحبتها سرق الدعب ولو ما دفعتش مصاريف الجامعة مفيش امتحانات وبتحاول تكلم جدتها وتطلب منها فلوس لكن أبوها اللي بيرد عليها وبيرفد يديها أي حاجة وبتكون ماضو زعلانة جدا وبيحاول باني يعرف مالها فبتقوله أنها تسيب الجامعة علشان مش معاها فلوس وبيعرف أن مصاريف الجامعة عبارة عن 200 ألف ولازم 50 ألف تدفع بكرة وبيقولها أنا هجيبه مليكي فبيروح لمخرج السينمائي وبيقوله عايز 200 ألف وخمسين ألف بكرة وبيوافق يديله الفلوس بس هيعمل أي مشهد خطير مهما كانت الصعوبة بتاعته وبعدها بيروح الجامعة وبيدفع ليها الفلوس ولما بيشوفها أناك بيقولها مصاريف الدفعت وإنه هيدفع ليها باقي اللقصات اللي جاية وبتكون ماضو فرحانة جدا وبيبدأ كل واحد يقرب للتاني وبيخرجوا مع بعض كتير ومع الوقت الحب بينهم بيزيد ومن ناحية تانية بيروح الظابط الفاسد لسوريا وبيحاول ياخد منه رشوة لكن سوريا بيقل منه وبيطرده برا البيت ولما بيكون في البنزيمة بيحاول يولع سجارة وبيكون البنزين تحته وبيشوفه باني بالصدفة وبيروحه بيحاول يمنعه وكل وسائل الإعلام بتتجمع وبيخلي شكله وحش جدا والزابط بيعرف بعدها انه طلع جز بنت سوريا وبيكرر ينتقم منهم ولما بيروح الجامعة بتقول الدكتورة الماضو انها شالت مادة وانها كانت الأولى في الكلية ودلوقتي بتنجح بالعافية وبتتأكد فعلا من كلامها وبتكون زعلانة جدا وبتفتكر أمها لما كانت بتموت وبتقولها من نيتي الأخيرة تتخرج وتكون دكتورة وهي قاعدة ومش عارفة تعمل ايه ولما بترجع البيت بتلاقي في حفلة وبتدخل القوضة بتاعتها وبيحاول باني يعرف ملعها وهي بترفض تتكلم معاها وبتقوله انها تعبانة فبيقولها وديك المستشفى لكن بتزعق لي وبتقوله ايه اللي بنا علشان تمسك ايدي وانك لازم تطلقني وغلطتها انها عاشت معاها وبعدها بتطرده برا البيت قدام كل أصحابه وبيكون باني زعلان جدا ومصدوم من كلامها وأصحابه بيحاولوا يكنعوا فيه مايروحش للمخرج تاني لكن بيقولهم ان وعد ماضو يدفع مصاريف الجامعة وفعلا بيروح للمخرج وبيعمل كل المشاهد الصعبة وبيعرض حياته للخطر وبيفضل يفكر في ماضو وفي كل حاجة بنوم وبيعرف ان المخرج زرع كنبلة ليه لكن بيصمم يعمل المشاهد ويجيبي الفلوس لماضو ومن ناحية تانية هي بتكون بالذاكر وبتحاول تتخرج من الجامعة وبيروح يدل صاحبتها الفلوس وبيقولها ما تعرفهاش انها مني وفعلا بتروح لماضو وبتديها الفلوس وفي الوقت ده بتدخل ماضو الامتحان وبعد فترة بتطلع القولة على الجامعة بتاعتها لكن مش بتكون فرحانة وبتطلع صاحبتها لو بتحب باني ليس يبتي من الاول فبتطلع علشان اكون دكتورة وحقق امنية امي فبتطلع ان باني هو اللي دفع ليكي مصاريف الجامعة وعرض حياته لموت علشان تكوني دكتورة ولما بترجع البيت بتلاقيه سايب جواب وبيقولها اني ااسف على كل حاجة عملتها واسف لو كنت حبيتك وانا عملت اللي كنت عايزاه وبعدتلك ورقة الطلاق وبتكون زعلانة جدا وعمالة عيط وبتتصل بي لكن صاحبه بيرد عليها وبيقولها راح لمحطة القطر علشان مسافر النهاردة وهي بتحاول تروح لي وبتقابل واحدة في الطريق وبتقولها جوزي في المستشفى وعايزها توصلها وفعلا بتحاول تسعيدها لكن بيقفوا في كمين شرطة وبتطلع البنت اللي معاها ماشيها بطال وبيروح الظابط الفاسد وبيقبض عليهم امه اللي اتنين وبيعرف سوريا ان بنته تقبض عليها وفي نفس الوقت الظابط بيرفض يسمعها وبيكرر انه يحبسها ويخلي الصحافة تصورها وبيكون باني في المحطة وبيستعد علشان يسافر وبتاخد ماضه تليفون من واحدة معاها في الحجز وبتتصل بباني وبتحكي ليه كل حاجة ولما بيروح سوريا الاسم بيضرب الظابط وبعدها بيرميه في الحجز وبيروح باني ليه وبيحاول الظابط يموته وبيقوله نمسكت امراتك لما كانت في بيت مشبوه علشان يتدايق ويضرب الظابط لكن كل الاسم بيتجمعه عليه وبيفضله يضربه فيه وما بقاش عارف يدافع عن نفسه وماضه عن مالة نادى عليه وعايزاهم يبعده عنه علشان يقوم باني وبيفضل يضرب فيهم وبيمسك الظابط وبيحاول انه يموته لكن بيروح المفتش ليه وبيحاول يفهم ايه اللي بيحصل وبيحكي ليه كل حاجة وبيخرج ماضه من الحجز وبعدها بياخده ويمشي ومن هنا بيخلص في المنع لو عجبك الفيديو دوس لايك ويعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس واستنونا في فيلم جديد